أثنى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على مشروع تصنيع البطاريات اليثيوم أيون الذي يتماشى بشكل كبير مع توجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية وخلال جولة تفقد خلالها عددا من المشروعات الصناعية والعقارية المهمة بمدينة السادس من أكتوبر وعلى رأسها شركة شيفت آي في أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على دعم مثل هذه المشروعات خاصة أنها نتيجة مجهود مجموعة من الشباب الطمحين كما حرس رئيس الوزراء على تجربة أحد السيارات المحولة وتجول بها في أرجاء المصنع تقوم الشركة بالتحويل الصناعي للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي لتعمل بيئة الكهرباء باستخدام تكنولوجيا مطورة محلية وحصلت الشركة على موافقة الهيئة المصرية للمواصفات والجودة بعد اكتياز الاختبارات القياسية ممهد الطرق لهيئة التنمية الصناعية لاستحداث الأكواد والمعايير الحاكمة لصناعة البطاريات الليثيام أيون كذلك تحويل الصناعي للمركبات لتعمل بيئة الكهرباء وبحصولها على سجل الصناعي من هيئة التنمية الصناعية وموافقة هيئة المواصفات والجودة أصبح حتى شيفتا ايفي هي الأولى والوحيدة المعتمدة في مصر لتحويل المركبات لتعمل بيئة الكهرباء